السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزول في اللون أخواتنا الرجيغي وفي كل أقطار العالم فيه أخ سأل سألني سؤال قال لي هل هناك إجابة أو حل بالأصح حل لل هذه قضية الكورونا والطريقة الخبيثة التي تتعامل مع الحكومة والرئاسة المزورة وقيادة الأركان ومخابرتها وكل ما هو تابع لها يريدون قتل الثورة يريدون قتل الثورة لكن نحن نريد بقاءها على نفس المنوال أو أكثر ونريدها أن تتساعد لكن في نفس الوقت في خطر في خطر اللي هو مرض الكورونا الذين يريدون هم هم أن ينتشر في الجزائر كيف نستطيع تغلب على الأثنين هذا سؤال كان طرع على أياه من آخر أقول لا أعلم كيف أفكر فيه أنا حتى أستطيع الرد لكن إذا عمل به الرد هذا أن هناك حل حل واقعي حل نستطيع القيام به وسهلا جدا إذا استمع الشعب الجزائري إليه وإذا كان يريد تحرير نفسه وفي نفس الوقت احتفاظ على صحته واحتفاظ على أمنه أن يقوم به ممكن نعم حاولوا مفردكم أن تنشروا هذا الفيديو حتى يعرف كل أبناء الجزائر في الجزائر ما المفعول ما المفروض فعله حتى ننقذ الجزائر كأرض كوطن وننقذ كل ما هو جزائري ننقذه اقتصاديا ننقذه صحيا ولا نتهور في تعرضه أو تعرض صحته إلى أي خطر لذا لازم نشر هذا الفيديو لنحل وممكن أتى لنا من السماء أن هذا الوباء لا نريده لا لنفسنا ولا لغيرنا لكن كما تريد الحكومة والرئاسة والعساكر استعماله ضدنا سنستعملوه ضدهم نقول لكم ماذا مفروض أن يفعل والتفكير الحق والتفكير يعني الجريء والتفكير النافع الذي يعود بالمنفع على الشعب وعلى ثورته هو إضراب عام إضراب عام تباشرون فيه في الجزائر لا تخرجوا من المنازل ولا تفتحوا أي دكاكين ولا تذهبون إلى أي شغل لأن حياتكم أولاً معرضة للخطر لو تخرجوا في الجماعات وثانياً حتى نسقط هذا الأيصابة هو سلاح ذوي حدين إضراب عام حتى نبقوا محظيين حتى لا تضرر صحتنا بهذا المرض كورونافارش ونسقط الأيصابة حتى يعرف العالم أن فيه إضراب عام مفتوح في الجزائر وهذا حل وساعدوا بعضكم فقط إذا كان الإنسان لا عنده أكل وثجاره ما عندهوش فليمنح جارة اقتسم مع فطار أو عشاء والجزائرين ممكن أن يتحملوا أسبوع لكن هذه الحكومة وهذا النظام الفاسد لا يستطيع أن يبقى أكثر من ثلث أيام واقف إذا ما قررنا كجزائريين إضراب عام شامل مفتوح هكذا لا تضرر صحت أبناء الجزائر بخروجهم حتى لا يصابوا بهذا الداء وحتى نسقط العسابة هذا إذا كان تريدون حلا سلميا حلا يعود بالتغيير على الجزائر يعود بسقاط النظام الفاسد لذا هذا حل حل بسيط لكن إذا فعل به ستنجح الثورة وبطريقة سريعة وبدون ضرر الأشياء الوحيدة التي تبقى مفتوحة مستشفيات لأن هناك استعجالات عشان المساكين هما المنتظرين في الآخر إذا كان في حوادث أو شيء من ذلك والمطافئ وما الشيء الثاني فهو الريدي غالق إذا كنا على المطارات فهي تقريبا مغلوقة لكن إضراب عام في الشغل عمل أي شيء الإدارة تتوقف هذا كان إذا كان تريدون منفعة ومخرجا للجزائر فهذا ممكن حاولوا انتشار هذا الفيديو حاولوا توزيعه حاولوا انتشار هذا الفيديو خاصة في فرنسا الذين يستطعون لأن الجزائرين دائما على اقتصال بالفرنسا لأن أخوة كثيرين من المهاجرين الجزائريين بعثوا لهم حتى يعرفوا لازم نفتحوا إضراب وخلوها في الفيسبوك هاشتاج إضراب عام حتى لا يتضرر الشعب بخروجه تريدون أن لا نخرج فلا نشتغل كذلك هذا هو الحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم